تحياتي وأهلا بيكم معايا في حلقة جديدة حلقة في غاية الأهمية هنتكلم فيها عن كلام من الآخر كلام يملأ الدماغ وإنت بتدور على السعادة وراحة البال وإنت بتحاول تغوص فيه الرحلة الداخلية علشان تستكشف نفسك محتاج شوية مساعدة محتاج حد ينور لك الطريق يقول لك خطوات عملية لو مشيت عليها تلاقي نفسك وصلت للنتيجة اللي أنت بتطمح لها أي إن كانت بتدور على الغنى المادي بتدور على مكان جديد تعيش فيه بتدور على إنك تكون أسرة وتربي أولاد بتدور على السلطة بتدور على كذا أو كذا أو كذا أي حاجة بتحلم بيها تقدر تحققها في الدنيا دي بدون شك تقدر كتير من الناس بتحقق أحلامها وطموحاتها علشان لقوا اللي ينور ليهم الطريق علشان ما تبقاش ماشي يعني بتحسس وتعتذر الجملة المشهورة وفي حلقة النهاردة معانا رفيق بينور لينا الطريق للأسف يعني الرفيق سمعته سمعته يعني بعد وفاته كانت مش ولابد لأن في ناس أساءت استعمال اسمه ناس مش كويسين ارتكبوا جرائم فضيعة ضمروا بلاد وقتلوا ناس كتير ودخلوا حروب كبيرة كانت جيتها طبعا سواد على كتير من البشر تحت اسم وراية الرفيق اللي هنتكلم عنه النهاردة ولكن للأسف كان كله زور وبهتان الرفيق طبعا اللي هنتكلم عنه ونحاول نستفيد منه النهاردة هو فريدريك نيتشا فريدريك نيتشا أكيد أنت سمعت كلمة نيتشا وأغلب الظن أنك سمعت كلمة نيتشا جنب كتير من المصائب في جمع اللي كان فيها مصائب كتير أنه هتلر كان بيقول نيتشا كذا وأنا من تلامزته وأنا بشتغل على الفلسفة بتاعته وقتل وحارب وضمر وغيره كتير ناس كتير جات بعد هتلر أساءت استعمال الفلسفة والكلام المهم اللي قاله نيتشا لكن أنت لما تبحث وتدور وتقرأ وتسمع لنيتشا بنفسك هتلاقي أنه كلام منطقي ومفيد لك في حياتك ينور لك الطريق وكالعادة ما بنتفقش مع كل حاجة حيقولها الرفيق نيتشا أكيد مش هنتفق مع كل حاجة لكن نقدر نلاقي جواهر كتير نفكر فيها ونقلبها في دماغنا كالعادة يمين وشمال ونشوف هنقدر نستفيد منها إزاي الرفيق نيتشا اتولد سنة 1844 وتوفى سنة 1900 يعني كانت حياته قصيرة وللأسف يعني كانت نهايتها فيها مرض وتعب كبير عليه يعني ما قدرناش نستفيد بنيتشا كجنس بشر يعني أو كناس غير لفترة قليلة من الزمن ربما لو كان كمل معانا شوية كان يعني زود في العلم وفي الكتابة وفي النصايح اللي سابها لنا أكتر بكتير من اللي هو أوريدي عمله زي ما بفكركم دايما مش مهم أبدا تفتكر مين اللي قال الكلام أو مين اللي تفلس في الفلسفة الفلانية أو مين اللي قال الجملة المشهورة أو تولد سنة كام أو في أنهي بلد أو عاش في أنهي حب كل دا مش مهم الناس بس اللي الزاكرة بتاعتها قوية وبتحب المعلومات التاريخية هي اللي ممكن تفتكر إنما إحنا كعامة الشعب مش مهم نعرف مين اللي قال الكلام المهم تركز في الفكرة نفسها تفكر فيها وتشوف حتقدر تستفيد منها إزاي علشان بعد كده لما تسمعها بتتقال قدامك تقول أيوة المعلومة دي أو الفكرة دي عدت علي قبل كده الرفيق نيتشا ساب يعني موروث ضخم من الفلسفة وعلم النفس والسايكولوجي واتكلم في موضوع في غاية الأهمية ولكن في حلقة النهاردة علشان ما نظلموش معانا هنتكلم عن محور واحد من اللي نيتشا اتكلم عنهم هو محور واحد بس اللي حنمسك فيه النهاردة بأيدينا واسناننا لأنه هو مفيد لينا جدا المحور ده نيتشا سماه أوبر منش أوبر منش بالألماني كلمة أوبر منش بالألماني يعني سوبرمان بالانجليزي فكرة السوبرمان فكرة الرجل المثالي الرجل المثالي اللي احنا كلنا كبشرية بنطمح ان احنا نكون زيه على فكرة هو المصطلح أوبر منش مش بس للرجال لا لأي بني آدم راجل أو ستة أو أيا كان تقدر انك تبقى مثالي تقدر انك تبقى جبار بشخصيتك فكرة السوبرمان فكرة مهمة جدا وبتنور لنا الطريق علشان نعرف ازاي نعيش حياتنا ونوصل للأهداف اللي احنا حطينها أيا كانت الرفيق نيتشا كان جبار بصراحة يعني تقف قدامه كده وتسمع الكلام وتنبار بشنب اللي يخض ده طبعا نيتشا اتفرج على أي صور ليه هتلاقي مشهور جدا بالشنب اللي هو المقاشة تحس ان فيه شنب نازل لاحم في دقنه مع انه ما كانش بدقن يعني وعلشان يبقى معنا خطوات عملية نقدر نشتغل عليها بشكل عملي كلنا واحد اتنين تلاتة ما يبقاش كلام فلسفي وخلاص هنلخص فكرة الاوبرمنش تحت عشر نقط نقدر نشتغل عليهم واحد اتنين تلاتة لغاية عشرة اختار زي ما انت عايز اكيد يعني مش كلنا هنعرف نمسك في العشرة بأيدينا وسناننا ونشتغل عليهم طول الوقت اكيد لا ولكن اعرفهم خزنهم في دماغك ابدأ اشتغل عليهم واحدة واحدة خدها كده زي طريق انت ماشي عليه كل شوية اما بتتطور اما بتتحسن اما بتجبر بتاخد خطوة زيادة في طريقك انك تكون السوبرمان انك تكون الرجل المثالي في الدنيا دي الراجل اللي بيعرف يحقق كل اللي هو عايزه عشر حاجات هنتكلم عنهم في حلقة النهاردة في الساعة اللي هنقضيها مع بعض اتمنى كالعادة تكون حاطتني في هدانك وانت نازل بتتمشى او انت قاعد في العربية في زحمة مرور او قاعد في البلكونة في ساعة صفة كده وبتسمع الكلام وبتفكر فيه بجد وتشوف ايه من العشر حاجات انت قريدي بالفعل عرفت تتحققه وايه اللي نقصك منهم واول حاجة معانا اللي نيتشا ركز عليها جدا هي فكرة المخاطرة المخاطرة كلمة السر في اول حاجة هي المخاطرة كتير مننا واحنا عايشين بتقابلنا حاجات جديدة فرص جديدة بتطلع قدامنا تجارب جديدة بتظهر قدامنا خطوات عملية ممكن نتخذها حاجات ممكن تغير مصار حياتنا تماما لكن بنخاف بنحس بالشعور السلبي اللي جوانا اللي بيقولنا يا عم اللي تعرفوا احسن من اللي ما تعرفوش خليك ماشي جنب الحيط منخرج من داره اتقلم اقداره كل الامثال الشعبية المشهورة القائمة على فكرة التضاد مع اتخاذ المخاطرة كتير بسمع من الاصدقاء اللي بتجي لهم فرصة السفر سواء لامريكا او لغيرها حصل على فيزا او هجرة او خلافه وبيبقى جواه شهور بالتردد يا عم انا خليني بقى عايش في بلدي احسن جنب جراني بقى او صحابي وكده وليه بقى خاطت بحياتي ومستقبلي ونيتشا بيقول لنا الجملة الشهيرة what doesn't kill you makes you stronger يعني واحدة من الافكار اللي لازم تكون مقتنع بيها انك لما هتاخد المخاطرة حتى لو فشلت لانه احتمال الفشل موجود ولكن حتى لو لم تصل للنتيجة اللي انت عايزها انت بقيت شخص افضل مما كنت عليه انت تعلمت واستفدت درس مهم تقدر تنقله لعيالك من بعدك وجرانك وصحابك والمجتمع اللي انت عايش فيه استفيد من المخاطرة اللي انت اخدتها وما بين قصين الفشل اللي حصل يبقى يبقى انت شخص اقوى في التجربة اللي انت خطها وما نجحتش فيها قوي دي هتستفيد وتتعلم منها درس يساعدك في التجربة اللي بعديها واللي بعديها وهكذا يبقى فكرة انه لازم تعيش حياتك زي 007 كده زي جيمس بوند بالعرب يعني لازم تحاول انك تعيش dangerously يعني على قد ما تقدر تكون متفتح للجديد للمخاطرة مين فينا فاكر الفيلم المشهور بتاع جيم كاري اللي اسمه yes man yes man فيلم مشهور اللي هو احداثه بالدور انه بطل الفيلم جيم كاري نزلت عليه كده زي لعنة انه بيقول لازم يقول yes لأي حاج اي حد يطلب منه طلب او يقول حاجة او يرد عليه عرض لازم يقول yes وازاي فكرة انك تقول yes بتغير حياتك للافضل بدون شك ايه هتكون من نوعية الناس العمال على بطال بتقول لأ 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 ما غيرش ما حاولش ما جربش ما طلعش ما خرقش ما نزلش ما كلمش ما عملش ما سويش ما خليش ايه وعد تكون من نوعية الناس دي جمد قلبك وخاطر باللي في ايدك لانه الحياة وصيارة واوعدك انه هيجي عليك يوم في المستقبل حتصيبك حالة من الندم انك ما اخدتش الفرصة ما اخدتش المخاطرة هو انا ليه بس ليه لو كنت خطرت كان ممكن ابقى في حتة ثانية دلوقتي وابقى عملت وسويت اوعى تكون شخص عجوز مليان بالندم في نهاية الطريق في نهاية حياتك ويعني بتأسف على الفرص اللي انت ده يعطاه من ايديك يبقى اول خطوة معانا هي انه لازم تكون مخاطر تتقبل المخاطرة بصدر رحب وانت ماشي على الطريق وتاني خطوة معانا هي انه لابد تحدد طريقك لازم تعرف الطريق اللي انت ماشي عليه محدده من البداية مش انت دلوقتي وانت نازل رايح مشوار بالعربية بتحط العنوان في الجي بي اس علشان تعرف توصل باقصر يعني وقت ممكن ها باقصر تكلفة ممكنة للمكان اللي انت رايح له بتستعمل الجي بي اس يبقى لازم تحدد وتعرف العنوان اللي انت رايح له ايه لازم تحدد هدفك ايه اللي انت بتشتغل عليه ايه البربس بتاعك مبتغاك في الحياة ايه مش ضروري يكون حاجة واحدة ممكن يكون قائمة من الحاجات بس لازت كون محددها وعارف كويس انا احلامي وطموحاتي والدستيناشن اللي انا عايز اوصل لشهري خمسين الف جنيه مثلا يعني او عندي مدخرات في حسابي البنكي مليون جنيه مثلا او ميزاني بتاع جسمي تمانين كيلو جرام مثلا او الفورمة بتاعتي كذا او اتقاني للغة الانجليزية لفل سبعة في الايلتز مثلا لازم تحدد هدفك في كل حاجة انت بتشتغل عليه ويبقى هدف واضح تقدر تقيسه تقدر تحكم انت حصلت منه قد ايه يبقى لازم تحدد غرضك من الحياة غرضك من الطريق اللي انت ماشي عليه علشان السفينة اللي بتطلع من المينة وهي مش محددة هي رايحة فين ما بتوصلش ما بتوصلش لأي حاجة بتبضل تاية في البحر تاية امواج تشيلك وامواج تحطك لان ما فيش destination ما فيش غرض ما فيش هدف انت بتشتغل عليه فارجوك حدد هدفك من البداية اكتب كده قائمة بالحاجات اللي انت عايز توصل الله وارجوك افتك للكلمة الشهيرة اللي الرفيق بيقول بيقولها عليها يعني لازم لازم تكون راضي بمصيرك لازم تحب ترجمتها الحرفية هي حب مصيرك يعني ايه حب مصيرك يعني ايه امور فاتيه يعني اي حاجة بتحصل لك ايا كان مصيرك لازم تكون راضي به لانه ده مصيرك انت بتاعك بحلوه بوحشه لازم تكون راضي به المفاجآت اللي الحياة عملة تحدفها لك واختبارات اللي عملة تختبرها لك لازم انت تكون راضي وقابل بيها لازم تكون راضي بمصيرك يبقى انت محدد هدفك وبتشتغل عليه كل يوم لكن راضي باللي بيحصل بالاختبارات بالكعبلة اللي بتحصل في الطريق ما تعدش بقى تحط يدك على خدك وتلعن سلسفي للدنيا وانا ايه اللي جابني وايه اللي عملني وايه اللي خلاني وايه اللي سواني وتعد طلطم وتندب الرفيق نيتشا ضد اللطم والندب ما بيحبش اللطم والندب بيحب انك تكون راضي وقنوع بالتحديات اللي بتقابلك والنقطة التالتة معانا على الطريق اللي نيتشا يعني بزكاء شديد كلمنا عنها يمكن من 150 سنة والغاية دلوقتي فيه ناس مش واغدة بالها منها هي انه ارجوك بلاش الوظيفة بلاش تكون عبد للوظيفة اشتغل لنفسك اشتغل لحسابك اشتغل على البزنس خليك صاحب عمل خليك من الملاك يبقى عندك ملكية البزنس بتاعك عندك اونرشيب انا تكلمت طبعا في الموضوع ده كتير جدا لانه انا كنت موظف لسنين طويلة كنت مربوط في الساقية زي 95% من الناس في العالم كله مربوطين في الساقية بتروح الشغل ساعة 8 او 9 تخلص الساعة 5 واتروح تاكل وتشرب وتنام وتعيد الكرر يوم بعد يوم في النهاية تاخد مرتب بالعافية بيكفيك وتبوس ايدك وش وظهر وانتهت الحياة على كده 30-40 سنة لغاية ما تطلع معاش ولما تطلع معاش تكون يعني الله يعافيك عندك بقى امراض الشيخوخة والزهايمر وخلاها فوق وحياتك خلاص بتخلص ما عندكش طاقة للحياة بعد المعاش كل الحاجات اللي وعدوك بيها انك هتسافر بقى وتلف في الدنيا بقى وتروح الكروز وتروح شرم وتعيش كل ده مش هتلاقي عندك صبر ولا طاقة ليه لانك خلاص جبت اخرك يبقى حاول على قد ما تقدر تسمع نصيحة الرفيق نيتشا حتى لو انت دلوقتي موظف بعد ساعات العمل الرسمية اللي انت محتاج المرتب بتاعها انت بتشتغل على البزنس بتاعك بتروح البيت الساعة خمسة تاكل وتراح شوية ومن ستة العشرة انت شغال على فكرة في دماغك بتجتمع مثلا بيه اصحابك او جيرانك ناس نفس العقلية بتاعتك بتشتغلوا على فكرة مشروع صغير ويه في الويك انت يعني مش بس في الايام اللي عندك فيها شغل لا الويك انت بتاعك انت بتعمل ايه في الويك انت هل هو بنهزر ونخرج واروح بقى زرور الحج والحجة وضيع وقتي على الافلام وناتفلكس والكلام ده ولا بقعد اشتغل على فكرة مشروع يفيدني في المستقبل وطبعا علشان تلاقي البيزنس لازم تشتغل لازم تبحس لازم تعمل ريسرش لازم تقضي وقت ومجهود لانه يا جماعة لو البيزنس سهل كان كل الناس عملت بيزنس انما البيزنس عايش شغله ومجهود كبير يبقى رجوك اتعلم اتعلم بدل ما بتقضي وقتك كله على اليوتيوب تتفرج على فلانة وعلانة والفيديو بتاع مش عارف مين اللي تسرب والكوميديا بتاعت فلان وعمر اديب والكلام ده ارجوك ابدأ استغل التليفون اللي في ايديك في انك تبني حياة افضل لنفسك ولولادك من بعدك استغل التكنولوجيا اللي في ايديك صح وانت بتتعلم خليك حكيم الرفيق نيتشا بيقول لنا انه العلم الواحده مش كفاية يعني ما ينفعش ان انا نعود استقل العلم وخلاص لانه في الحقيقة مشكلة معظم الناس مش مشكلة علم انت ممكن تدخل دلوقتي على الانترنت هتلاقي كورسات كل الجامعات المشهورة في العالم موجودة مجانا على الانترنت اي حاجة انت عايز تعرفها هتعرف توصل لها مجانا المشكلة مش مشكلة علم المشكلة مشكلة execution يعني تنفيز تنفيز تحويل العلم اللي انت تعلمته ليه خطوات عملية انت بتشتغل عليها وده بيتطلب نوع من الحكمة من الوزدم الرفيق نيتشا ركز جدا على كلمة الوزدم وزدم وزدم اهم من الknowledge يبقى الحكمة اهم من العلم يبقى انا افضل اعود ساعة او اتنين ادردش مع واحد حكيم معهش سنوية عامة ما دخلش جامعة السنين والحياة علمته اعود اسمع له وطرتق وداني علشان هستفيد من حكمته اكتر من اني اقعد مع دكتور في الجامعة ساعة او اتنين يكلمني عن العلم اللي هو اتعلمه لان العلم متوفر مجانا ببلاش في الحياة انما الحكمة دي بتاخد تعب ومجهود يبقى ركز ارجوك انه وانت بتتعلم انت ما بتلمش علمه وخلاص يا فرحتي قاعد بتحفظ حاجات حفظ 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 وتسمع كل اللي انت حفظته انما ده مش مش مفيد المفيد هو انك تحول العلم ده لخطوات عملية حكيمة تفيدك وتزقك لقدام يبقى ركز على الوزدم مش الناولج والنقطة الرابعة معانا على الطريق اللي الرفيق نيتشا اتنبح صوته فيها هي انه ارجوك ابعد عن القطعان الهرد منتاليتي العقل الجماعي الافكار المجتمعية فكر الجماعة ابعد عن القطيع ابعد عن فكر الجماعة انت مش لمو اغزة في الكلمة يعني خروف انت مش خروف علشان تمشي في قطيع او تمشي تحت مظلة جماعة عمياني بلايندلي عمياني ارجوك ما تبقاش خروف وبس للتنويه علشان ما حدش يعني يجيله حساسية من الكلام انا مش قصدي بكلمة خروف اللي طبعا تم يعني اساءة استعمالها في مرحلة الثورة اللي كانت في الشرق الاوسط يعني في مصر وغيرها المسمى بثورة الربيع العربي انه تم استعمال كلمة خروف استعمال يعني ايه غير شرعي وانا مش قصدي بيها كده انا قصدي انك ما تكونش خروف يعني ما تكونش جزء من قطيع ما تكونش جزء من جماعة ايا كان لازم تشغل عقلك لازم تحكم عقلك وعلشان توصل لمرحلة من التفكير النقدي اللي بيتطرح عليك لازم تتعلم تبقى طالب كل يوم بتحاول تستفيد بتحصل علم يفيدك علشان تتشكك في اللي بيتطرح عليك ما تاخدوش كده عمياني اه اصل الفلان قال نعمل كذا يبقى احنا بنعمل كذا وفلان دي بقى حط انت فيها املى الفراغ ده باي كلمة بابا او المدرس في المدرسة او الشيخ في الجامع او الاسيس في الكنيسة او الرئيس رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او كذا او كذا او كذا حط املى الفراغ زي ما انت عايز او البرسوناليتي بتاع التيفي الشخص اللي احنا بنسمع له في التلفزيون او ايا كان اوعى تمشي مع القطيع بص على تجربة معظم ان ما كانش كل الناس النجحين في حياتهم سواء حياتهم المادية او المعنوية او النفسية او العائلية او الاجتماعية او الرياضية بص على التجربة اللي حواليك وهتلاقي في معظمهم كده ان اللي بينجح بيكون طلع برا القطيع بشكل ما ما رضيش انه يكمل ماشي ورا القطيع بقى كونتريرين 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 يعني ايه كونتريرين يعني الشخص اللي بياخد طريق مختلف عن الشائع مختلف عن العوام برا العوام ولذلك نيتشا ما كانش بيؤمن بالديمقراطية طبعا هتتطفق او تختلف معايا زي ما انت عايز نيتشا الرفيق كان على نفس نهجه الرفيق عمر سليمان مين فاكر في مصر الرفيق عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية في عهد حسني مبارك لما طلع في لقاء تلفزيوني وقال انه الناس مش جاهزة للانتخابات ان الناس في مصر ماينفعش معهم الديمقراطية يا طرق انت اتفقت ولا اختلفت مع الجملة دي من الرفيق عمر سليمان الحقيقة انه الرفيق عمر سليمان كان ماشي على خطوات الرفيق نيتشا انه الديمقراطية مش للجميع جماعة الديمقراطية مش للعوام لان احنا لو مشينا وراء كلام العوام حنخبط في الحيط حنلزق في قطر هيهفنا ترولي لو مشينا وراء كلام العوام من الناس طب انت قصدك ايه بكلمة العوام او الرفيق نيتشا قصده ايه بكلمة العوام دي كلمة العوام دي هي الناس اللي على قدها فكريا واجتماعيا وماديا على قدهم بيبصهم للحياة بمنظار ديق نقدر نقول كده انه العوام هما كل الناس اللي ما وصلوش لمرحلة الرجل المثالي ومرة تانية بفكر ان كلمة الرجل المثالي مش بس حصرية للرجالة لا للرجالة والستات يعني انت ما وصلتش لمرحلة الشخص المثالي اللي هو الاوبرمنش يبقى ما نقدرش نعتمد على العوام نيتشا كان يعني بيفضل او بيؤمن ان السلطة والقانون سن القوانين والنظم والشرع في اي حكومة او بلد لازم يكون في ايدين ناس معينة ما يكونش في ايد العوام من الناس الموضوع مش ديمقراطي من وجهة نظر الرفيق نيتشا يبقى حتى لو اختلفنا مع نيتشا انه الديمقراطية حق شرعي لكل الناس وكل الناس تشارك وتقول رأيها وخلاف وحتى لو اختلفنا مع الرفيق في الموضوع ده ارجوك ما تبقاش ماشي مع القطيع عمياني لازم يبقى عندك الفلسفة بتاعتك في الحياة لازم يبقى عندك القيم بتاعتك اللي انت ماشي عليها اللي انت مش عشان حد طلع قالك كذا تقول اه خلاص اوكي يبقى انا مع الناس دي لازم يبقى عندك فلسفة خاصة في الحياة خاصة بيك انت تعبت فيها واشتغلت عليها لغاية ما كونتها لغاية ما فهمتها والكلام ده مش غريب علي بالعكس اللي ده تجربتي في الحياة ان انا عشت سنين طويلة بعمل اللي بيتقال لي وخلاص موظف اوكي خلاص يعني انا اتخرجت من كلية هندسة اللي بيتخرج من كلية هندسة اشتغل ايه مهندس اوكي المهندس ده بيبدأ مهندس مبتدق وبعد كده ااخد شوية خبرة يبقى مدير مشروع يبقى مش عارف ايه يبقى مسق قسم كذا 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 اوكي حاضر بروح الشغل الساعة كذا حاضر بلبس كذا حاضر انزل للموقع حاضر ثورة يلا بينا حاضر لا لف ورجع تاني حاضر اصل الاخوان حاضر اصل الجيش حاضر انا كان معظم حياتي بالشكل ده لغاية اما بدأت افوق وافهم انه لا لازم يكون لي فلسفة خاصة بي انا في الحياة انا شايف الحياة بمنظار خاص بي انا وده اخد مني دراسة وتعب وشغل وتعلم ان بكرر كل حلقة تقريبا انه لازم انت تكون طالب باستمرار طالب علم عايز تفهم في الموضوع الفلاني اقرأ عنه كتاب مسموع او كتاب ورقي او بودكاست او يوتيوب او تقعد تدرش مع حد بيفهم في الموضوع وخلافه يبقى تعالى نلخص بسرعة الاربع حاجات اللي نيتشا كلمنا عنهم لغاية دلوقتي اول حاجة المخاطرة اياك تخاف انك تخاطر باي حاجة نمرة اتنين لازم تحدد الطريق اللي انت ماشي عليه علشان انت لما كتبتش العنوان في الجي بي اس مش هتوصل لحاجة نمرة تلاتة بلاش الوظيفة احذر احذر من فخ الوظيفة نمرة اربعة ابعد عن القطيع ونمرة خمسة نيتشا بيأكد وبيفكر ان السعادة اللي انت بتدور عليها في الرحلة نفسها مش في الوصول للهدف اللي انت حطيته وانا ابصم لك بالعشرة على الكلام ده كلام ده مفيش اختلاف علي يا جماعة في حياتي حددت اهداف كتير بمختلف انواع وحققت كتير منها وطبعا لسه في كتير ما حققتوش بس اوعدك ان كل هدف انا حققته بعديها بساعة او بيوم بعد الفرحة الكبيرة والفايروركس بقى لها الالعاب النارية والبلالين والتسقيف والطرطة والكيكة والكلام ده بتلاقي نفسك بتقول وبعدين then what كنت عايزي بقى عندي مليون دولار اوكي وصلت المليون دولار ايه فرح بلدي وصوان ورقاصه اكله وشربه ومعزيم تاني يوم وبعدين خلاص الفرحة راحت اه نفسي عربية كذا 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 جبت العربية وسوقتها شهرين ثلاثة then what وبعدين وهكذا خدها من اخوك الرفيق محمود سعيد السعادة في كل نجاح صغير انت بتحققه على الطريق السعادة في الرحلة نفسها كل يوم انت بتاخد فيه خطوة صغيرة كل يوم انت بتحط طوبة في الجدار الكبير اللي انت عايز توصله هي دي الحلاوة هي دي الفرحة كل يوم انت مشيت فيه عضيت هو ده السعادة هي دي الحلاوة لانه اوعيدك اول ما توصل للتمانين كيلو الهدف اللي انت كنت حطيته بعد كده هتقول هو بعدين اوكي خلاص وصلت للتمانين then what يبقى ما تنساش تستمتع بكل خطوة صغيرة وكل نجاح وانتصار صغير انت بتحققه في المشوار اللي انت ماشي عليه السعادة في الرحلة والخطوة السادة معنا هي انه كلنا لازم نفتح لكلمة الاخلاق يا جماعة الاخلاق اللي غابت الا من رحم ربي علشان ما كنش بعمم الكلام وخلاص بس انتوا قلولولي انتوا اشهدوا على نفسكم اللي عايش في مصر او في الشرق الاوسط بشكل عام انت مبسوط باخلاق الناس اخلاق جرانك اخلاق الناس في الشارع التاكسي او المحلات او النوادي او كذا او الاعلام او الحكومة او ايا كان هل انت راضي عن اخلاق الناس انا متأكد ان الاجابة هي لا ولذلك نيتشا بيلفت نظرنا انه لازم نكون مفتحين اوي لفكرة الاخلاق انه فيه فرق كبير بين اخلاق السيد واخلاق العبد اخلاق السيد اللي هي الماستر موراليتي والسليف موراليتي الماستر موراليتي اخلاق السيد تزوق القدام تخليه عايز يبقى انسان افضل عايز يبقى اوبرمنش عايز يبقى رجل مثالي عنده قيم واخلاق بتدفعه للامام انما السليف موراليتي السليف موراليتي اللي هي اخلاق العبد تخليه يحقد على غيره تخليه خنوع انسان خانع يقولك يا عم انا هرشح نفسي بتاع لا لا انا عمش عزواج ده ما يخليني ماشي جنب الحيط ويشتم في السلطة ويشتم في الناس الاغنية يقولك يا عم ده الفلوس بتجيب واجع القلب وواجع الدماغ انا عشان ما يشتغلش عشان ما يبزلش مجهود عشان ما يتعبش ويعرق ويخاطر ويغامر لغة ما يوصل لحاجة افضل يقولك لا يا عم هو اللي معه فلوس مستريح خلينا كده فقرة على باب الله احسن دي بنسميها سليف موراليتي اخلاق العبد فارجوك خلي بالك من حزمة الاخلاق اللي انت متبنيها واستجوبها باستمرار يعني عيد النظر في اخلاقك وقيمك ومبادئك باستمرار مش من باب ان هي وحشة لا من باب ان هي ربما ما تكونش صالحة لكل زمان ومكان ربما حصل تغيير في حالتك ربما حصل تغيير في المجتمع بتاعك اللي انت عايش فيه يوجب معه تغيير الايه الاخلاق اللي انت كنت متبنيها انا دايما بكرر الكلمة كتير انا اول واحد بعترف ان انا بغير مبادئي بدون اي ضغينة بدون اي كسوف بدون اي كسوف انا بغير مبادئي لانه المبدأ بتاعي لو اصبح غير صالح انه انا اكون شخص افضل من ما كنت عليه لازم اغيره ايه المشكلة فيه مدخلات جديدة في المعادلة تجبرني ان اغير المبدأ اللي انا كنت ماشي عليه يعني يعني كمثال هل فيه مشكلة ان انا اكون مثلا كنت مع الاخوان في وقت من الاوقات وبعدين بقيت ضد الاخوان مثلا يعني لا مفيش ابدا ما يمنع مفيش مفيش اي مشكلة انا كنت مقتنع بفكر معين بطريقة معينة في الحياة وبعدين غيرت او قررت اغير الطريقة دي نتيجة ان المدخلات اتغير او عشان اوصل للنتيجة مختلفة يبقى الرفيق نيتشا بيفكرك انه لازم تختبر اخلاقك باستمرار وتسأل يا ترى الخلق ده من اخلاق السيد ولا من اخلاق العبد وتمسك بال مراليتي مش بال مراليتي والنقطة السابعة معنا هي التغلب على الزاد اللي احنا بنقول عليها بالبلد دي كده انه ساعات النفس بتكون امارة بالسوق نيتشا بيقول لازم تشتغل على يعني وانت ماشي على الطريق وبتشتغل على الهدف بتاعك تلاقي نفسك تقول لك كده طب يعني هو فيها ايه يعني لما نباوز الضهيت اسبوع كده ايه المشكلة يعني او مثلا هو انا لازم يعني افضل اشتغل جمد كده وابقى يعني مركز في الشغل كده مية مية ما اخد لي كده شهر يعني ما بقاش مركز في الشغل او استغل لوقتي في حاجة تانية مثلا مضيعة للوقت او حاجة النفس امارة بسوء وبالتالي لازم تكون مفتح ومصح صح انك ما تستسلمش للموضوع ده ما تقولش خلاص هي نفسي كده وانا لازم استسلم وانصاع ليها لازم تتغلب على زيتك علشان تبقى شخص مثالي علشان تبقى سوبر مان علشان تبقى اوبر مانش مالش انا بكرر بعض الكلمات اكتر من مرة في الحلقة عشان عايزها تثبت في دماغك اي حد في المستقبل يقول قدامك كلمة اوبر مانش تبقى انت عارف اوبر مانش يعني نيتشا يعني سوبر مان يعني الرجل المثالي اللي كلنا بنطمح ان احنا نكون زيه تيجي انت مثلا مخلص سانوي ودخل جامعة وتبدأ تشوف بقى الاصدقاء بقى بيدخنوا مثلا مخدرات او بيشربوا مثلا كحليات او كذا او كذا انا بقول الكلام ده بدون حكم على الناس لانه مين انا مين انا عشان احكم على غيري واقول انت كده شخص وحش او فاشل لا كل واحد يخليه في حاله انا مفيش جوايا حكم على الناس انا بقول مجرد ايه observation يعني مشاهدة ملاحظة ان احنا لما بندخل الجامعة عادة بنبدأ بقى نشوف ايه هي وسائل الصياعة المتاحة في الجامعة دي اه فيه بقى مخدرات فيه بانجو فيه مش عارف فيه ادوية فيه كحليات فيه كذا فيه كذا افلام جنسية مش عارف ايه وهكذا ارجوك الرفيق نيتشا بيفكرك انه او هتسيب نفسك للحاجات بتنيم ضميرك بتنيم شخصيتك بتخمدك في الارض بتخليك مسخ للهيئة اللي انت المفروض تكون عليها للشخص اللي انت المفروض تكون عايش على اساسه انت بيكون مسخ ليه لانها بتغيب عقلك بتغيب ضميرك عمرك ما هتبقى شخص مثالي وانت تحت رحمة اي نوع من انواع المخدرات او كحليات او الحاجات اللي بتذهب العقل وطبعا الحاجات دي بتجيك من نفسك الامارة بالسوق او اصدقاء السوق اللي حواليك تخلي بالك انت بتحوط نفسك بمين الجملة الشهيرة انا متوسط الخمس افراد اللي انا محوط نفسي بيهم يعني لو بصين على الخمس تنفار اللي انا بقضي معاهم معظم الوقت انا حكون شبههم وانت حتكون شبه الخمس تنفار اللي انت قاعد وسطيهم ممكن يكونوا بابا وماما واخواتك ممكن يكونوا جرانك ممكن يكونوا الخمسة الانتين بتوعك في الكلية او او في الشغل او في الشارع او ممكن يكونوا الخمس تنفار اللي انت بتقضي معهم وقت على اليوتيوب انت بتسمع لمحمود سعيد وبتسمع لفلان وبتسمع لتيم فارس وبتسمع لجيمس كلير وبتسمع لفلان وفلان يعني انا قاعد الشهور اللي فاتت مع الرفيق نيتشا ومع المعلم الكبير ديفيد هيوم وفلان 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 مش عايز احرق الاسامي لان هيكون في حلقات جاية عنهم قضيت وقت مع الخمسة او ستة من الفلسفة والمفاكرين الكبار حاسس ان انا بقيت شخصة افضل حاسس ان طريق تفكيري بقيت اروأ بقيت اهدى بقيت اعقل بقى فيها حكمة يبقى انت لو حتقضي وقتك مع المخدرات والكحليات والحاجات اللي تذهب بالعقل انت حتكون ايه خيال ولو بتقضي وقتك مع ناس تشدك لفوق تعلمك حاجة جديدة تفيدك في حياتك انت حتكون افضل جبقى ما تنساش تتغلب على ذاتك والنقطة التامنة اللي نيتشا بيكلمنا عنها هي ال يعني الوجودية يعني ايه الوجودية الوجودية يعني انت كفرد ليك قيمة انت كبني ادم موجود معانا على سطح الكوكب انت ليك قيمة صحيح نيتشا قال انه يعني ما نعتدش بيك اوي في موضوع الديمقراطية عشان انت ممكن تودينا في دهية ولكن ده مش معناه ان احنا نضحي بيك مش معناه ان احنا يعني نتخلص منك لانه انت عالى على المجتمع او انت زيادة وسط الناس لا نيتشا مؤمن باهمية وجود كل شخص في الحياة تقبل عندك ارادة عندك ارادة عندك ارادة لو عايز تحقق حاجة هتحققها نيتشا عمره مقال ان انك تكون سوبر مان او انك تكون شخص مثالي حكر على يعني ناس معينة يعني مثلا عرق معين او لون معين او طائفة معينة او جنسية معينة او كده عمره مقال اي حد في الدنيا ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى شخص مثالي وعشان تنقح من نفسك لازم دايما تقيم حالتك الذهنية حالتك العقلية الرحلة الداخلية اللي احنا بنتكلم عنها في الحلقات دي انك تكون شخص عقلاني تكون وكمان تعتبر للعاطفة بتاعتك انت شخص اموشنل انت شخص عاطفي بغض نظر عن ان ان الراجل وان الراجل ملوش عواطف والكلام اللي واجعوا دماغنا بيه وغسلوا دماغ كل الرجال بيه لازم تهتم بالجانب العاطفي من حياتك والجانب العقلاني وتشتغل على الاتنين لانه انت فرد فعال في المجتمع يبقى وجودك له قيمة والفكرة دي او النقطة دي بتوقف بالمرصاد لاي حد بيقول وإيه الفايدة وإيه الاهمية هو انا يعني اللي هجيب الديب من ديله هو انا يعني اللي هكسر الدنيا هو انا هو انا اللي حبقى جيف بيسوس يعني او اعمل امازون او انا اللي يعني هخترع فيسبوك ولا هعمل كذا ولا هعمل كذا الرفيق نيتشا بيقولك انت تقدر انت عندك المقاومات عندك عقلك اللي تقدر تكبره وتشتغل عليه وتنوره باستمرار لغاية ما توصل اللي انت عايزه هي دي فكرة الوجودية عند نيتشا ان انت ليه قيمة والنقطة التاسعة معانا هي بمثابة تحذير يفطى كبيرة علقها الرفيق نيتشا على الطريق علشان تخلي بالك منها وهي انه اللي بيحرك الناس بشكل عام في اي مجتمع في اي بلد هي شهوة السلطة الباور يا جماعة الباور السلطة السلطة هي المحرك الاساسي ليه كل افعال الناس بشكل عام حتى وانت بتجري ولا الفلوس انت عايز تتسلط على حاجة معينة عايز الفلوس لسبب معين شهوة السلطة خلي بالك بيحذرك انه اللي بيحرك الناس هما انهم عايزين يتحكموا فيك الجنس البشر يا جماعة من بداية الخليقة لحد دلوقتي قائم على فكرة انه حد بيتحكم في حد الريس بيتحكم في الحكومة والحكومة بتتحكم في الوزراء والوزراء بيتحكمه في المدراء اللي تحتيهم والمدير بيتحكم في الموظفين اللي تحته والموظف بيتحكم في العاملة اللي بيجوا يشتروا منه او يشتغلوا معاه او حتى بيروح يتحكم في اسرته في عياله في البيت سلطة زي الهارم كده الجملة الشهيرة هي will to power ارادة السلطة وافتكر انتخابات الرئاسة الامريكية والفكرة اللي ناس كتير بتروج لها ان ترامب مش محتاج يكون رئيس لانه ملياردير عمره يعني ما هياخد من رئاسة بلد زي امريكا فلوس كتير اوي كده وخصوصا ان مرتب الرئيس ضعيف وعليه عيون مفتاحة من الضرائب ومن كل الناس ومن المصالح اللي بترائب فساد فساد الاموال وخلافه يبقى هوا مش هياخد فلوس من موضوع الرئاسة لكن هياخد سلطة هياخد power فخلي بالك انه السلطة والتحكم مهمين جدا انت بتدور على ناس تتحكم فيهم وفيه ناس كتير حواليك بتحاول تتحكم فيك فخليك مفتاح والنقطة العشرة والاخيرة اللي الرفيق نيتشا بيكلمنا عنها واللي انا بعتبرها من اهم النقط هي انه لازم تكون اصيل خليك اصيل عارف يعني ايه اصيل خليك اصيل مش اصيل يعني بتبر الوالدين او يعني بتعمل خير في اهلك وجرانك ومعدنك يعني اصيل لا مش ده المقصود به خليك اصيل يعني خليك صادق مع نفسك خليك authentic be authentic الكلمة الانجليزية المهمة جدا authentic يعني ايه authentic يعني حاجة اصلية خليك اصلي خليك اصلي لما بنجيب كده مثلا يعني سلسلة دهب ونعرضها على الجواهرجي يقول ايوه دي authentic دي دهب ما تبقاش شخص ماشي وسط الناس في حياتك لابس اقناعة لابس اقناعة وعمال تبدل فيهم خلصت الكلية وعايز تتجوز طبعا انت برينس البرانس مع خطبتك لابس مليون قناع مع حماتك وحماك انت مش انت انت ما نعرفكش يعني ما بنعرفكش وانت في فترة الخطوبة انت لابس قناع ما يعلم به اللي ربنا طبعا بيتقله القناع بعد الزواج ويبان كل شخص على حياته والخطيبة او الزوجة او البنت نفس الكلام لابس احلى قناع وتيجي بعد كده لا مش عايزة تعمل واصل ما بعرفش واصل ما بعملش واصل كذا وكذا انا طبعا ما بستسنيش من الموضوع ده احد كلنا مزنبين في موضوع لبس الاقناعة انت ماشي في حياتك لابس قناع معلش انا لازم اقولها لك وش انت بتعامل اهلك وانت لابس قناع انت في شغلك مع رئيسك ومع الناس اللي حواليك انت لابس قناع انت في العمارة وسط جرانك وسط الشارع اللي انت عايش فيه انت لابس قناع انت على السوشيال ميديا سواء في التعليقات او لو بتصنع محتوى او بتشارك برأيك انت بتكون لابس قناع انت مش اوثنتك كلنا للأسف بنتعلم ونتربع على لبس الاقناعة من واحنا صغيرين ودي من اكبر المشاكل اللي بتقابل الناس بشكل عام في حياته انك بعد كده بتتلغبط ما تبقاش عارف هو انا ده ولا ده هو انا القناع ده ولا انا القناع ده وتبدأ ايه تبدأ من الاول تمسح الصبورة وتفتح صفحة جديدة وتبدأ تسأل نفسك انا مين السؤال الفلسفي المشهور انا مين انا مين من كل الاقناعة اللي انا بلبسها دي وببدل فيها انا انا واحد في دول يا ترى انا الافكار الفاسدة الافكار الدنيئة اللي بتيجي في دماغي عن فلانة او عن فلان او عن كذا او عن كذا هو انا الافكار دي ولا انا حاجة تانية انا مين اهم سؤال في الدنيا لازم تعرف نفسك لازم تعرف حقيقتك لازم لما تبص في المراية تعرف تشوف اصلك ايه معدنك ايه طبيعتك ايه لانك عمرك ما هتستريح وانت لابس قناع لانه مش حقيقي مزيف انت مزيف يبقى ارجوك ركز كل مجهودك انك تكون شخص اصلي تكون شخص متصق مع نفسك انت بتقول اللي انت مقتنع بيه الافكار اللي في دماغك متصقة مع شخصيتك مش بس علشان سمعتها من فلان او علان او اتغسل دماغك بيها بشكل ما لازم تكون قصيل يبقى نلخص مع بعض سريعا العشر خطوات عملية الرفيق نيتشا كلمنا عنهم علشان نبدأ كلنا نلتفك ليهم ونفكر فيهم ونحاول نطبقهم في حياتنا اولهم زي ما اتفقنا هي المخاطرة تاني حاجة انك لازم تحدد هدفك وطريقك من البداية قبل ما تطلع من الميناء قبل العربية ما تتحرك بلاش الوظيفة ارجوك اشتغل على البزنس احسن ابعد عن القطيع اوعى تبقى خروف السعادة في الرحلة مش في الوصول للهدف خلي بالك من اخلاق السيد واخلاق العبد اتغلب على ذاتك اللي ساعات بتكون امارة بالسوق انت فرد مهم في المجتمع بغض النظر عن مكانك فين دلوقتي لو اشتغلت على نفسك هتبقى حاجة كبيرة احذر من شهوة السلطة احذر من الناس اللي عايزين يتحكموا فيك تحت مسمات كتير مراتك اللي عايزة يتحكم فيك ابوك وامك اللي عايزين يتحكم فيك رئيسك في الشغل اللي عايز يتحكم فيك الحكومة رئيس الجمهورية اي حد امازون عايزة تحكم فيك فيسبوك عايزة تحكم فيك واخيرا انك تكون اصلي تكون متصق مع نفسك ودي كانت العشر حاجات اللي رفيق نيتشا سابها لنا عشان نتفكر فيها نيتشا ما سابلناش الافكار السودة الهتلر اعتمد عليها في حربه الحرب العالمية التانية افكار سودة ان نتخلص من جنسيات معينة او ان الجنس الالماني الاري الافضل الاسمة من غيره من الجنسيات او يعني بناء على كلام هتلر ان الاوبرمنش هو الجنس الالماني الابيض ابو عيون زرقة ابو شعر اصفر وخلافه ودي طبعا فكرة مغلوطة تماما من وجهة نظر نيتشا هو تم استغلال اسمه بعد وفاته بالغلط للأسف وسوقه سمعته اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم وانكم تكونوا استفدتم معايا بكلام الرائع نيتشا ونحاول كلنا نشتغل على نفسنا بجد ونكمل غوص في الرحلة الداخلية علشان نعرف نحقق اهدافنا في المستقبل واشوفكو في الحلقة الجاية سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة